هل يمكن الحديث عن أزمة واحدة داتاسيبات واحدة في لبنان والعراق أم أن ما يجري هو صدفة فقط بين البلدين مساء الخير أولا لك والمشاهدين الكرام يمكن الحديث عن تشابه بين البلدين بطبيعة الحال ويمكن أن نتحدث أيضا عن خصوصيات لدى هذين البلدين بطبيعة الحال نحن نتحدث عن دولتين واضح النفوذ الإيراني المحوري في هذين البلدين بالتأكيد نتحدث أيضا عن بلدين يعانيان من الفساد بشكل صريح وواضح وفاقع لحد كبير وبنفس الوقت أيضا هناك نوع من الأزمة المعيشية الاقتصادية والمالية مع فارق أن العراق بالنهاية دولة نفطية لديها موارد نفطية وإن كان النهب أكتر بالعراق لكن في لبنان يفتقد لي مثل هذه الموارد وبالتالي هو دولة تعتمد إلى حد كبير يعني على نمط اقتصادي قائم على الخدمات وبالتالي على السياحة وما إلى ذلك وحتى البنوك والخدمات المختلفة والتي تشكل هوية لبنان الاقتصادية بشكل عام بكل الأحوال نحن أمام أزمة حتى لا نذهب إلى كثير من الحديث عن العنصر الإيراني على أهميته إلا أنه المشترك بين الدولتين أيضا أن في لبنان كما في العراق هناك حكم قائم على نظام المحاصصة ونظام إذا صح التعبير طائفي بمعنى أن هذا النظام يشكل دائما وشكل بالتجارب في لبنان وفي العراق غطاءا لعملية نهب منظم من تحت عنوان المحاصصة الطائفية والمذهبية وبالتالي هذه واضح أن في لبنان إذا أردت أن أركز على لبنان كما أظن العراق كذلك هناك نوع من الانتفاضة على هذه الصيغة التي أدرك الشعب اللبناني إلى حد كبير أن هذه المعادلة خدمت السلطة خدمت الفساد خدمت ترسيخ قوة الأحزاب على الدولة اللبنانية ورسخت أكثر فأكثر مشروع الدولة في مواجهة الدولة الدولة التي شكلة إلى حد كبير حزب الله ويعني بنى هذه الدولة إلى حد كبير وحاول ترسيخها ويزال في المعادلة الداخلية بالتالي في نوع وهذا ما أشار له الكثيرون أيضا من المراقبين للحدث اللبناني إننا حدث جديد غير مسبوق منذ تاريخ تأسيس لبنان في العام 1920 وهو أن اللبنانيين خرجوا إلى الشوارع يتحدثون بلغة واحدة طيب تبقى معي أستاذ علي الأمين يعني بعيدا عن الطائفية والمذهبية وبعيدا عن أي حسابات حزبية ترجمة نانسي قنقر